فيديو النهاردة هتكلم فيه عن أساسيات التصميم في كانفا وإزاي أطلع تصميم شكل احترافي أو أعمل فيديو شكل احترافي من كانفا وبعد كده أقدر أدخل في سوق العمل الحر وأقدر أشتغل به مش لازم أكون بعرف الفوتوشوب علشان أقدر أشتغل في سوق العمل الحر لا ممكن أن أنا أشتغل على كانفا وما يبنش أن أنا أشغاله في فوتوشوب ولا كانفا فخليكم معنا لآخر الفيديو وما تنسوش تعمله سبسكرايب للقناة وتعمله لايك علشان عايز أوصر الفيديو ده لألفين لايك بس يلا بينا طيب زي ما أنتوا شايفين ده شكل كانفا ويعني أول ما تدخله هتلاقه زي ما أنتوا شايفين هنا الفيديوز بريزنتيشن لوجو انستجرام كذا حاجة عايز أقول لكم جماعة كانفا بيعمل كل حاجة في الدنيا يعني كانفا لما تعمل في الأول ما كانش فيه كل الحاجات دي بس هما صراحة أنا شايفهم كبلاتفورم ناجح بنسبة يعني 90% الناس دي بتعمل كل حاجة مع الوقت وبيطوروا من نفسيهم بشكل رهيب يعني عايز أقول لكم وبعد كده أنا غالباً هيقفلوا فوتوشوب ويستعملوا كانفا بس فأنا مثلاً خلينا نقول إن إحنا عايزين نعمل إنستجرام بوست بيجيب لي هنا كاروس الإنستجرام بوست ولا عايز تعمله أنيميتد ولا عايز تعمله إيه فأنا هدخل أختار إنستجرام بوست اللي هو المربع هدخل أعمل كده كريت بلانك يعني هيبقى فادي خالص بعد كده هعمل ريسايز علشان دلوقتي المقاس بتاع الإنستجرام اللي هو 1080 في 1350 ما بقاش حد بستعمل المربع فما نصحكوش إن إنتوا ستعملوا المربع تعمل ريسايز كده بصوا بقى طويل كده بقى التصميم 4 في 5 1080 في 1350 طيب أنا دلوقتي عندي كل التصميم التصميم اللي هنا تمام دي كل التصميم التمبلتس اللي كانفا أصلاً بيديها لي عشان يساعدني طبعاً أنا كشخص بستعمل مش لازم أخد التصميم هو هو ورح حطه وغير الكلام لا الاحتراف هنا إن أنا أعمل التصميم من عندي أعمل التصميم من أنا اللي أعمله وغير في شكله وما بقاش شكل التمبلتس بس التمبلتس بيساعدني في إيه في شكل الخط الشهده اللي عمله وعمله إزاي حاجات كده بتخليني أخد فكرة وبعد كده أبدأ التصميم بتاعي طيب عندكم هنا التكست في كل الخطوط اللي أنا قدر استعملها زي ما إنتوا شايفين طيب في ناس كتير ما تعرفش إن Canva في خطوط عربي دي مشكلة بتقابل كل ناس في الأول فأنا لو دخلت كده ودست هنا هكتب Arabic بيجيب لي كل الخطوط العربي أحسن خط أنا بستعمله كأنا شايفه الخطوط العربي اللي اسمه Monster Arabic بسوا لما تكتبوا هنا مثلا أنا شايف إن ده أحسن خطه ده اللي بستعمله في السوشيال ميديا عندي اللي هو Monster Arabic طيب إيه كمان إيه الحاجات كمان اللي عندي في Canva عندي لما بدخل في الفايل هنا في كذا حاجة عندي Create New Design يعني أنا أعمل ديزاين تاني Show Rules and Guidelines اللي هي الحاجات اللي هيتوا شايفينها دي تمام دي اللي زي الفوتوشوب فهحط واحد في النص واحد في النص كده واحد في النص برضو من النص من هنا تمام علشان أعرف كل الأسبت بتاع الصورة يعني أنا مثلا لو عايز أقسم التكست يكون في أعلى الصورة من اليمين كده أنا حتطف أعلى الصورة من اليمين شايفين طيب إيه كمان في الفايل هنا عندي الشو مارجنز أنا رأي أعملهم كلهم تمام عشان تقدروا تشوفوا كل حاجة في التصميم بطريقة احترافية عندي كذا حاجة بقى عندي اللي بيقول لي Open a desktop app طبعا Canva مش online بس على البراوزر لأ Canva عنده application زي كده الفوتوشوب عملوا application ليه بينزل على desktop بينزل على الماك بينزل في أي حتة فتقدروا تستعملوا من غير ما تدخلوا أصلا على جوغل كروم أو أي حاجة أنا دلوقتي عرفت فايل بتعمل إيه Resize بتعمل إن هي يعني بتغير المقاسات بتاع التصميم بتاعي أنا عايزه story عايزه post عايزه LinkedIn عايزه لأي منصة بقدر إن أنا أغيرها من هنا وطبعا هم بيساعدوني بيكتبولي هنا الحاجات جاهزة هي من غير ما اكتبها ففي ناس كثيرين ما تبقاش عرفها المقاسات فما تعرفش المقاسات ما تدخلها فتدخل تدور هنا إنت عايز إيه بروشور أي حاجة إنت عايزها بتكتبها هنا في وسبوك في فيديو كل حاجة هو أكتبها للجهزة تمام طيب وهنا الزرارين دول ده بتاع إن أنا أرجع الورى وده لو أنا عايز أطلع لقدام لو أنا عملت حاجة رجعت الورى وعايز أطلع لقدام تاني قدر يدوس هنا وهنا اللي هي Auto Save الحاجات اللي على الجنب دي بقى زي ما احنا شايفين في الأول اللي احنا شفنا في الأول اللي دي Templates وبعد كده فيه Elements Elements دي بتنقسم لحاجتين Elements بتنقسم لصور وبتنقسم ل Graphics عاملة زي Illustration وبتنقسم لكذا حاجة فأنا مثلاً لو أنا كتبت أي حاجة عايز مثلاً عايز أعمل تصميم لأكل فأنا مكتب هنا بيرجر طيب الحاجة اللي في الفوتوز دي دي صور حقيقية لبيرجر طيب الصور دي أغلبها فيه ببكجراوند وفيه من غير بكجراوند أنا عايز إن أنا أجيب صورة من غير بكجراوند علشان أقدر أحط التصميم اللي أنا عايزه على الصورة دي فأنا مثلاً دخلت هاخد ده فشايفين البرجر حقيقي طيب يبقى كده إحنا فاهمنا إيه فاهمنا إن الفوتوز دي الصور الحقيقية الجرافيكس للصور اللي معمورة بالجرافيك والأنيميشن والحاجات اللي معمورة على الإلستريتر طيب في الفيديوز أقدر ألاقي فيديوز لبرجر شايفين مثلاً ده فيديو أقدر أحطه أقدر أستخدمه والفيديوز دي كلها معلاش كابيرايت بس أغلبها بتحتاج إن أنت تشترك في كنفا اشترك كنفا جماعة بعشرة دولار في السنة يعني أنت لو حوشت يعني يومين ثلاثة ثمان كوبات قهوة بصراحة يعني تقدر تشترك فيها عشان أن كل ناس بتقول لي غالي غالي طيب أنت ما تشتربش قهوة ثلاثة ياما تقدر تدفعه فكنفا فعلاً فعلاً نخيص جداً والحاجات اللي انتو بتستخدموها في البريميوم البريميوم برضو في حاجات كثير في الجرافيك عليها عليها يعني المنظام البرو شايفين حاجات كثير جداً على البرو فأنا بنصحكم حوشوا للبرو واشتركوا فيها عشان فعلاً يستاهل وانا جررتوا بقى لها أكتر من سنة أو سنتين باشتغل على البرو تمام طيب أنا بقى هكتب هنا بيرجر تاني طيب أنا خدت البرجر أهو والفيديو ده أنا مش عايزه خلاص عايز أكتب بيرجر أوكي فأنا ممكن أكتب هنا بيرجر هكتب بيرحر بيرجر تمام بيرجر كينج أوكي كده هعمل كده أصغرها شوية هعمل كده أنا كده كتبت بيرجر كينج طيب إيه الحاجات بقى اللي أنا محتاجها علشان أعمل التصميم أنا شايف إن في كذا حاجة أنا محتاجها تمام فأغلب التصميم حاولوا تغزوا بصارك وتشوفوا الحاجات اللي موجودة في كنفو عشان تقدروا تستفادوا من كل حاجة هنا مثلا لو عايز أحط حاجة جوه فبقدر إن أنا أعدوس كده على الفريم بجيب دي كده على آخر وبعد كده أكتب هنا مثلا بيرجر أوكي وأقدر إن أنا أخد صورة حقيقية زي دي أحطها كده تمام يا جماعة طيب أنا بقى لو أنا عايز أستخدم حاجة تانية أنا عايز أعمل البرجر ده إزاي هقول لكم ده أنا عايز اللي هي اللي هي بيرجر زي كده مثلا فيه أوتلاينز كتير يعني أنا لو وقددست هنا كده أقدر ألاقي اسمه إيه تمام هنزل هنا كده تحت هدوس على كلمة أنا عايز البيجراوند دي تكون يلو فبكتب هنا يلو أوكي بفضل إن أنا إيه أنزل ودور وشوف أكتر حاجة مناسبة أقدر أحطها طبعا كل ده مش مناسبين ولا دي مناسبة هارجع الورا كنترول زد هلاقي دي ممكن أعملها أبيض هدوس هنا على الألوان ممكن أعمل ديك إيه ده أبيض عشان أعمل أوتلاين للبرجر تمام واقدر بقى إن أنا أشوف تيمبلت تانية فأشوف أفكار منها في حاجات أفكار جديد كتير جدا ممكن أتفرج عليها شايفين ده مثلا ناشينات بيرجر ده برضو جايبين البرجر من بره وحطين الخط ده عليه طب الخط ده اسمه إيه عايزة أجيبه ببساطة اسمه جاجا لاين تمام فأنا لو شفت كده جاجا لاين ده هشتغل على العربي ولا لأ فلازم أشوف لا مش شغل على العربي شايفين بيبقى مشكلة كبيرة يعني أنا لو عملت مثلا كده وعملت كده كينج شايفين يا جماعة المنظر بقى أشكله أعمل إزاي بقى أشكله أحلى بكتير عايز طبع أقلل المساحة اللي هي ما بين بيرجر و كينج فهعمل كده واعمل كده تمام اللي ممكن أعمله تاني ممكن أعمل شادو تحت البرجر فده شادو مثلا شادو تحت البرجر بتاعي فحط ده كده واحط البرجر بتاع فورورد يبقى فوق الشادو مش تحت الشادو فأنا لو أنا عايز البرجر يرجع الورى بدوس على البرجر أرجع الورى عايز يطلع لقدام بطلع لقدام بس الشادو أكيد ورا البرجر مش قدام البرجر يعني الحاجة الشادو ما بيبقاش قدام الحاجة بيبقى ورا الحاجة أو تحت الحاجة تمام فأنا دلوقتي البرجر أهو باين إن في حاجة منعكسة على البرجر فباين إن في تحت شادو فدي شكلها احترافي أكتر طيب هنا ترانسبيرانسي اللي هي الشفافية بتاعت البرجر يبقى شفاف كده ولا كده ولا كده أوكي رأيكم في التصميم التصميم أنا شايف إن هو بسيط جدا وشكله احترافي جدا مع إن هو خلص في خمس دقايق بس في حاجة اسمها أساسيات لكل جسم لازم يبقى ليه شادو فأنا أغلب الناس لما بتعمل التصميم بيروحوا بنزلينه من غير ما يعملوا عليه شادو فلما بيعملوش على شادو محدش بيهفهم إن هو مفوض شادو بس هو شكله طبعا احترافي أكتر لما يبقى تحت الجسم ده في شادو طبعا الشادو بيتزبط بقى لحسب حجم الجسم يعني أنا مثلا مفروض إن أنا أعمل إيه أصغره كري شوية أوكي وانزل به كده شوية لازم يبقى على حجم الجسم بالزبط كده شكله بالشادو طيب أنا ممكن أضيف إيه عليه في حاجة كتير جدا ممكن أضيفها بس خليني برضو أشوف ده مثلا مثلا ده بيغير الألوان الوراء البرجر يعني إيه مثلا أنا هوريكو ده الشكل أنا عايز يبقى النص مثلا أصفر وإيه النص التاني أورانج شايفيني هدخل هنا عامله أورانج بصوا المنظر بقى أعمل إزاي شايفيني يا جماعة أنا ممكن أبيعي التصميم ده أنا روح أبيعي التصميم ده شايفيني التصميم حاجة بسيطة وأنا معاكو كده فكرت فيها شكل التصميم اختلف 180 درجة يعني بصراحة 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 الموضوع إن أنا حطيت على الصورة وغيرت الصورة ما خليتش هو أصفر بس وخليت لون تاني مع الأصفر شادو عليه خلى الصورة رهبة فدي زي ما قلتلك يا جماعة كل حاجة بتتعلموا عن الوقت إن أنت يبقى ليه كتطش على التصميم والتصميم يختلف تماما ويبقى شكله احترافي مش محتاج إن أنت تعملوا في التصميم 30 ساعة لأ هو محتاج إن أنت تغسز بصرا تشوف تصاميم كتير تفهم إيه هي اللي عملت التصميم ده إيه الحاجات اللي عملت التصميم ده التصميم ده وصل اللي هو فيه إزاي طيب هو عمل شادو تحت البرجر عمل الجريديانت دي اللي أنا أتركه عليها شايفين هي من غيرها عاملين إزاي وبهيها عاملين إزاي فرق يا جماعة جبار طيب إحنا كده خلصنا تصميم لسوشال ميديا شركة برجر مثلا لمطعم برجر إيه اللي أنا ممكن أعمله تاني ممكن أعمل خلينا نقول مثلا كفر لليوتيوب خلينا نشوف أنهي مثلا يعني عندكم بودكاست لو أنا بقدم بودكاست على يوتيوب أهي مثلا واحد جاهز وشكله حلو بس ما طبعا هغير فيه شايفين يا جماعة تصميم حطين جريديانت حطين جريديانت وراء مغيرين شكل الصورة شايفين يعني هي أصلا فيه عليها هنا غامق وطلع بفاتح تمام أنا أشيل الصورة دي خالص هشيل ده كمان مثلا أحط background هوريكو دلوقتي نعمل إيه هنزل هنا أشوف فيه صور استوديو احترافية عندي مثلا دي عندي دي ممكن أعمل كده ده أنا عايزة أحاولول العربي هفاهمكم دلوقتي هنعمل إيه هشيل ده هشيل ده هشيل ده كل حاجة هشيلها مش عايزة خالص كمام طيب هنجيب هنا مثلا هكتب مثلا يوتيوبر شخص يوتيوبر خلينا ناخد مثلا الشخصين دول طيب أنا إزاي بقى هخلي الصورة اللي بتاعت الشخصين دول تتقص وتبقى محطوطة على ال background دي فهروح عامل إيه هروح تقص edit image وراح تقص background remover شايفين قص الصورة بطريقة جبارة طبعا الصورة دي مش ماشي مع الصورة اللي ورا فأنا هعمل كده الشخصين دول هحطهم كده هدوس على background كده واختار ييلو احنا اختارنا ييلو كل حاجة بالترتيب يعني مش لازم على طول اطلع حاجات تانية لا احاول ان انا استعمل الحاجات اللي انا عارفها هتلاقي نفس ان انا بعد كده بحاول ان انا استعمل حاجات تانية انا مش عارفها وادوس في الحاجات اللي انا استخدمتها هلاقيه هنا اروح عامل كده تاني واروح عامله كده طيب اروح عامل دايس على اللون ده اغيره اخليه orange فأصفر وادوس على التاني بصوا جماعة الشمال ده هو الورنج اليمين هو الاصفر فبعمله نفس الدرجة الاصفر وبعد كده اروح دايس واروح مرجعه الورد هروح مدور على حاجة اسمها sketch كده تمام وكتب هنا مثلا في التكست هدوس كده وكتب هنا فيديو جديد عن مثلا باريس خلاص وعدكده ادوس click برا وادوس كده تمام اخلي بقى ده خطة عربي لان ده مش خطة عربي واول حاجة لقيها اللي هي منستر ارابيك ده اللي انا بحبها بعملها كده ممكن اخليها بولد تبقى شكلها احسن واخلي الخط شوي بعد عن بعضه يعني ده سيمبل فيديو سيمبل بسيط عن ازاي ان انت تعمل cover لليوتيوب شكل بصراحة cover شكله حلو وشكله مش وحش خالص ويعني بيجذب المتابعين ما فيوش اي مشكلة تمام ده مثلا cover اليوتيوب لازم قدلكو امثلة على كل حاجة علشان تبقى عارفين كل حاجة بتمشي ازاي لان كل حاجة غير التانية في طريقة التصميم بتاعها فانا مثلا لو عايز اعمل videos الفيديو زيه بكتب عليها بالطريقة اللي انا عايزها بقدر تدخلوا هنا بتكتبوا اي حاجة عن الفيديو الفيديو بيشتغل ويه خلاص انا عملت كده مثلا اقدر ان انا اكتب على الفيديو بالطريقة دي اللي هو rtndtg والفيديو يشتغل كده طبعا الفيديو فيه tutorial تاني هنزله عن ازاي تقدر تعمل videos على منصة تانية مش canva عشان منصة تانية دي برضو online بس محترفة اكتر من canva في الموضوع ده طيب انا لو عايز اعمل story ده حجم اللي story جاهز فانا لو عايز اعمل story مثلا coffee مثلا دي story coffee مثلا فقدر انها كتب good morning have a nice day كده هم بيكتبوها ازاي اهو الخط اللي مستعمل اسمه amsterdam والخط ده اسمه calisial ده مش عارف خطة اسباني ولا ايه بس هو ده الشكل فانا لو انا عملت كده شلت خالص دول عايز اعمل story معينة فانا هختار video اوكي وهكتب هنا مثلا morning coffee تمام لو انت يعني يعني تعبت شوية اوقف الفيديو وقم اشرب لك وبايت اهوة ولا شاي وتعلى تانية علشان انا عارف ان الفيديو طويل شوية طيب انا دلوقتي لقيت فيديوهات كتيرة جدا عايز بقى الفيديوهات تبقى بالطول مش بالعرض فهنزل ادور على الفيديوهات تربط طول كده مثلا فيديو احترافي بالطول طيب انا عايز اكتب عليه بقى فهذهب هكتب على التكست صباح الخير وادوس هنا اسمها منستر ارابيك ادور على الخط التاني بصراحة عايز اعمل خط التاني يكون خط كده لازيز كده لي صباح الخير مثلا بنزل تحت خالص انا عايز الخطوط اللي هي لازق في بعض الكلام اللازق في بعض اهو لقيت واحدة عمد لله صباح الخير باخد بقى الخط ده كده هو عربي بس انا عايزه ابيض شايفين ممكن اعمل لك صباح الخير طبعا الخط ده وراه كزا حاجة فالحاجات اللي وراه دي لسه ما يكون اعمل له شادو فبدخل هنا على افكت بعمله شادو كده يا اما شادو كده واشد ده للاخر فالخط يبقى لي شادو شايفين اهو كده الخط لي شادو صباح الخير تمام فخليني نعملو كده هنا صباح الخير وكتب هنا بقى ايه بالانجليش مورنينج كافي فهدخل نشوف الخطوط اللي فيه الانجليزي فهتلاقي بقى خطوط كتير جدا تقدر انت تخلى كلها كابيتان او كلها سمول من هنا او تحتيها خط او ما فياش خط انا بصراحة انا شايف ان مورنينج كافي فيه ادم ده فكويس ممكن اعملو لونه يكون ابيض اوكي واعملو كده مثلا كده اوكي صباح الخير مورنينج كافي مثلا او كده يبقى كده يبقى تحت خالص والتانية صباح الخير فدي افكار كتير لان انا قدر اعملها ان شاء الله في فيديوهات تانية عن كانفا الجزء التاني والتالت علشان بصراحة مش هيكفي ان احنا لنزل مرة واحدة عن كانفا كانفا جماعة طويل شوية بس اكيد اكيد مش هتكرم بالفوتوشوب الفوتوشوب محتاج سينا سانتين عشان تتعلمه كانفا ممكن في شهر تتعلم كل حاجة ان شاء الله اكم استفدتم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو ده واعملوا شير لحد من صاحبكم يكون ممكن مهتم بي كانفا مهتم بالتصميم او هيستفاد من الفيديو ده اشكوك في الفيديو الجاي مع السلامة